حتى تتعرف مثلا على تاريخ مبنى السراي الأثر في السليمانية بات عليك أن تسمح لتطبيق باستخدام كاميرا هاتفك الذكي للقيام بمسح إحدى صور المبنى القديمة بشكل ضوئي لتتحول الشاشة لديك إلى واقع افتراضي معزز يقص عليك حكاية المكاني وتاريخي بالصوت والصورة هذا ما قامت به مجموعة من الشباب في السليمانية مستخدمين تقنيات الذكاء الاصطناعي والمؤثرات الصوتية والمرئية كطريقة مبدعة لتعريف الجيل الجديد بتاريخه نحن كمجموعة من الشباب نهتم بأرشفة وعرض التراث والفلكلور الكردستاني مستخدمين أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي التي يدعم الواقع الافتراضي معزز حتى نستطيع إيصال المعلومة إلى الجيل الحالي بلغة يفهمها وهي التطبيقات الهاتف الذكي وفي أحد التطبيقات ركزنا فيه على ممنى سراي التاريخ في السليمانية وتحويله إلى حكاية مرئية بشكل عصري وحديث جانب آخر من تلك التطبيقات تطرق إلى عادات وتقاليد الإيزيديين إضافة إلى تسليط الضوء على معاناتهم مع الإرهاب عبر استخدام تطبيق يوفر فلاتر مرئية تدعم المواقع المعزز باستخدام كاميرا الهاتف الذكي فقط سممنا تطبيقا يدعم الإيزيديين وعاداتهم وتقاليدهم خاصة بعدما واجهوا بمنظرهم ومعانات من الإرهاب التطبيق عبارة عن ثلاتر تستخدم كاميرا الهاتف الذكي وتحويلها إلى واقع افتراضي معزز يقص حكاية عدد من الإيزيديين الذين تعرضوا خطاب الكراهية وبالنهاية يحفظوا كالتطبيق على وضع تعليق إيجابي لعدف نشر المحبة والسلام والتسامة ويطمح أولاء الشباب إلى أن يطبقوا هذه التجربة على الأماكن التاريخية كافة في كردستان العراق لتصبح طريقة لأرشفة وعرض التاريخ والتراث الكردستاني بطريقة ولغة يفهمها جيدا الجيل الحالي والمقبل لقناة زاقروس تيفيشيار محمد السليمانية